وبنبتدي المؤتمر الصحفي بكلمة معالي وزير السياحة والأثار السيد شريف فتحي فليتفضل بسهر خير جميعاً مرة تانية وسعيد جداً أن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة وأكون في المكان الجميل اللي إحنا فيه ده الحقيقة لما باجي العالمين وأنا يعني ما جيتش كتير إنما ابتديت أشوف جيت مرة زمان قوي فترة سابقة من حوالي سبعة سنين أو ثمان سنين وجيت دلوقتي فأول ما باجي العالمين الحقيقة بيخطر على بالي شوية خواطر واسمحوا لي أحاول أن أنا أشارككم في الخواطر دي بشكل أو بآخر أول حاجة في الخواطر دي هي فكرة الرؤية إحنا تعلمنا دايماً أنه تاريخه اللي بيثبت مدى جدوى ومدى وجاهة الرؤية وليس شيء آخر مش الحديث عن الرؤية نفسها أنا كنت موجود الحقيقة لما قيادة سياسية اتكلمت عن العالمين كرؤية لمنطقة في السحل الشمالي وتطوير السحل الشمالي عشان ياخد حقه من السياحة الشرقى أوسطية أو بأسف المدترينيان أو الخاصة بالبحر المتوسط وأظن النهاردة اللي إحنا بنشوفه سواء كان في العالمين أو في السحل الشمالي بيثبت أن الرؤية كانت صائبة وأن الرؤية قابلة للتحقيق وأن الرؤية حتوضيف شيء كبير قوي لمصر ولصناعة السياحة المصرية وللشعب المصري نفسه الحاجة الثانية اللي بتخطر على بالي أول ما باجي هنا هي التفاؤل لما بشوف قدامي استثمارات كبيرة جداً وبشوف ثقة من القطاع الخاص ومن المستثمرين في مكان بحس أنه في تفاؤل بالمستقبل والعالمين أظن كمية الاستثمارات اللي موجودة قدامنا والاستثمارات اللي جاية أو طلعة في المستقبل تدعو للتفاؤل وبتقول أن بكرة أكيد إن شاء الله أحسن من النهاردة الحاجة الثالثة هي أن العالمين بتمثل بالنسبالي هي والسحل الشمالي الوضع الأمثل للسياحة أنا دايماً بقول السياحة هي صناعة قائمة على حرية وسلامة وجودة حرية وسلامة وأمن أنا آسف الانتقال والتنقل العالمين مكان تقدر تنتقل إليه بسهولة وبأمان العالمين مكان تقدر تتنقل فيه بسهولة وبأمان تتمتع فيه بالحرية الكافية بتقدر تعيش اللايف ستايل بتاعك أو حياتك بالشكل المزبوط أو ما تريده طبعاً مع احترام العادات والتقاليد وكلنا عارفين ما هي حقوق وواجبات السائح على مستوى العالم كنت الحاجة اللا أنا عايز أقول لكم عليها وهي الحاجة حاجة أسعدتني جداً مبارح لما زمايلي في الوزارة الشاركوني فيها هي إن العالمين جالها عدد كبير قوي من الجنسيات السنادي حد يقدر يقول لي نتوقع كم جنسية زارة العالمين السنادي بس مش الناس اللا انا قلت لهم ساعة سفير كويت عمال يضحك لانه كان هيقول بس انا لقايد له على فكرة وانت بتسمعوش منه افتكروا كم جنسية حد يقدر يقول رقم يا جماعة افتكروا اعلوا صوتك عشرين مين يزاوء انت غشاش لا هم مئة واربعة فعلاً بس حد غششك على فكرة ومش عارف سفير أنا دولة اللي غششك الحقيقة النهاردة فمش عارفه مئة واربعة جنسية على فكرة ده إنجاز كبير قوي لو تأخذوا بلكم مئة واربعة جنسية يعني انت في مئة واربعة دولة حصل في word of mouse هتتسمع عن المكان وتنقل عن المكان خبرة معينة سواء كانت ايجابية او سلبية وانا متأكد انها هتكون خبرة ايجابية ان شاء الله السياحة المصرية بقول لحضراتكو احنا السنة دي عندنا رغم كل التحديات الجيوسياسية ويمكن حضراتكو شفتو من يومين بعد حادث معين ايه اللي حصل في البورصات العالمية وايه واللي حصل على مستوى العالم كله والخسائر اللي حصلت في عدة دول مختلفة واثرت تعلينا بشكل بسيط جدا او طفيف جدا بس الحمد لله مصر قادرة انها تلاقي طريقها في وسط المشاكل الجيوسياسية والمشاكل الاقتصادية اللي موجودة في العالم وحوالينا بشكل مباشر لما نيجي نبص نشوف حوالينا من جميع الجوانب هنلاقي ان احنا عندنا تحديات كتير جدا والحمد لله وبفضل يعني حكمة القيادة والمجهودات الكل من اول اصغر واحد في الشعب الى اكبر واحد التكاتف ده هو اللي مخلينا نوصل للقدرة على ان احنا نتعايش مع الصعاب اللي موجودة حوالينا الحقيقة السياحة فتقده السنة دي رغم كل التحديات احنا عندنا زيادة تقريبا في كل شهر بتزيد خمسة في المية ستة في المية وهو رقم مش بطال كنا نطمح فاكتر من كده رؤيتنا الحقيقة هتتغير وحنعمل حاجة هتكون طليق بينا مصر من اكثر دول العالم من حيث التنوع او امكانيات التنوع السياحي يعني ايه؟ عندك انماط سياحية كتير جدا وجودة بحكم واقع مصر بيغرافي وما تملكه مصر من امكانيات سواء كانت سياحة ثقافية علاجية بيئية غوص الاثار الاسلامية الاثار القبطية والمسيحية الاثار الرومانية قلاع من ايام الدولة يعني عندنا تنوع كبير جدا في الانماط السياحية فرؤيتنا من هنا ورايح وده يعني اخر مستقرين عليه هو ان نكون نمر واحد في العالم من ناحية تنوع الانماط السياحية واحد حيقولني في العالم حقولelly اس في العالم لان مقاوماتنا هي نمر واحد في العالم من حيث تنوع الانماط السياحية كل اللي احنا عايزين نعمله في الموضوع ده نحن اخذهم نمط سياحي نمط سياحي في حاجات هتاخد معانا عشر سنين حاجات هتاخد معانا خمس سنين هتاخد معانا سنتين بس يبقى في خطة مركزة لتنوع الانماط السياحية المصرية وتنوع الاسواق اللي احنا بنشتغل معاها وهكذا النهاردة حضرب مثلاً بمعانا سعادة سفير كازاخستان كازاخستان في أقل من كم سنة سعادة سفير هو يتكلم العربي كويس في عدة سنوات أصبحت كازاخستان من أهم الدول اللي بتصدر سياحة لجمهورية مصر العربية عندنا إيطاليا مثلاً إيطاليا من الدول اللي بتتعاون معانا الحقيقة بشكل كبير جداً ليس فقط في مجال السياحة إنما عايز أقول لكم في مجال الآثار فيه تعاون يعني أنا سعيد به جداً يعني أتمنى أنه يتطور مع الوقت وكان فيه معالي وزير الثقافة الإيطالي اجتماعنا مع بعض من يومين تعاون مسمر جداً وبناء واحترام متبادل وتقدير عالي جداً لما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة في مجال السياحة بشكر حضراتكم جداً وبشكر سادة السفراء ورؤساء البعثات وممثل البعثات اللي رفقونا النهاردة أنا عارف أنه فيه أجازات وشهر أغسطس ده شهر الأجازات وعارف أنه كان فيه بعض التحديات الأخرى لما بشكر حضراتكم وحيكون عندنا لسه زيارات لضيوف مهمين آخرين بشكركم على الوقت اللي انتم جيتوا علشان تدعموا فكرة العالمين ورؤية العالمين والسياحة اللي موجودة في العالمين وإن شاء الله دايماً نلتقي في مصر وهي تتطور وهي تنمو وهي تحقق الرؤية المرسومة لها ونحس بالسعادة لأن أهم حاجة النهاردة أن نكون سعداء بهذا المكان وعلى فكرة فيه نقطة أخيرة أنا عايز أقولها فكرة أن العالمين هي أنا عملت دراسة قبل مسافر على أسعار الفنادق وتنوع الفنادق العالمين على فكرة هي تصلح لجميع فئات الشعب إنما يمكن العدد بتاع الغرف اللي في يعني في كاتيجوريز معينة أو في شرائح معينة ممكن تكون كبيرة أو صغيرة إنما لما شفت الأسعار الحقيقية اللي اتبعت بيها القوة وشفت التنوع اللي موجود في منطقة العالمين والسحل الشمالي من ناحية الشواء الفندقية والشواء اللي هي بنسميها الشورترنت اللي هي بناخدها عن طريق الويب سايت لمدة يومين أو ثلاثة وخلافه فيه تنوع كبير جدا من ناحية السعر في العالمين والمنطقة المحيطة بيها في السحل الشمالي فأرجو أن لا نستمع لهذا الكلام زي أي دولة في العالم نبص على جروب فرنسا نبص على جنوب إيطاليا نبص على كل دول العالم فيها أماكن يعني مخصصة أو بتكون غالية ما بيقدرش يروحها غير فئة معينة إنما في أماكن أخرى بيقدر عليها مختلف الفئات اللي موجودة من الشعب أو من الزائرين فحي عايزة شوية بحث شوية بس وأنه الواحد ما يقولش إنه لا أنا مش هلاقي حاجة ويبحث شوية حيلاقي وحيقدر يستمتع بالعالمين والسحل الشمالي بشكل أو بآخر بشكركم جدا وبشكر المتحدة على التنظيم أنا سعيد بيهم جدا حقيقة يعني أنا شفت ديناميكية كبيرة قوي شفت حرفية كبيرة جدا في المتحدة شفت قيادات وأصغر ناس وأكبر ناس وشباب صغير قوي وشباب أكبر في السن شوية كلهم انتو شفتوا لما قاعد على الأرض النهاردة وأظنوا كانت مبسوطة هي فين كانت مبسوطة بيقاعد على الأرض أكتر ما يقاعد على الكرسي في الأوتوبيس بتشرح للناس الحقيقة روح حلوهاوي بشكر المتحدة وإن شاء الله يبقى فيه كمان تطور أكتر وأكتر في المستوى شكرا جزيلا ونلتقي دايما على خير شكرا